حضرة الزبا تعالي ايه في حاجة؟ في جواب لحضرتك جابه من دول بوسط النهاردة ليه انا؟ ايه وفانت المكتوب عليه اسم حضرتك طيب تشكر اوه لو حد يسأل علي انا موجود في الميس اه ايه اللي اخارك علي؟ كنت وصف ليه لك العساك تصرفوا اللي عادي مع العساك لحد ما اخممتوا انهم كلوا وشربوا وغسلوا بيهم وشربوا الشاك جينات جينات عاملتني زي من الطريقة فارسة حتى ديك مالا تعالي منتساعة مصحيتوان واقف على البلاي وكمان دليل اوقت مش عارف ميني اخ طيب ما تفتعب واتشوف وقالي اقول لك بعد ما لفتعب ماشي يا جي انت يا عظام انت مستجنت انت ايه ده راسم نفس الكارو بيه كده انت جاي تاكل ولا جاي تحارب ولا هتكونش فرحان بالفلد بوت اللي انت لابسه فك كده ومراحل اه انا نبطش ياسي جاي نبطش يبقى لازم بقى الحسن فهمك ان نبطش لازم يفضل طول النهار بالفلد بوت ايوه شوف يا صاحبي ما تسمعش كلام الناس محاسن ده لا يوجد راجل هين كان اللي بيقوله حسن هو اللي بتقص عليه الاوامر ما تبقىش عبيت لو عايز تأدي وجبك وتبقي ضميرك نفس نص التعليمات وبقية التعليمات اكتبها في التأليم اكتب يعني انك نفستها كلها اه كلنا بدام كده انا بعمل كده وحاسن دام كده اهههههههههه وبعدين معك عبدالرحمن اسمعش خلاه معانا انا ايه ده علي الله الله ايه دقائق الماضى؟ ايه دقائق الماضى؟ بقعتني ايث قائعة في المسك البجابة؟ مده مالك الحاس практи! فالله ! طب لو شاهدك دلوقتي حدرته بسباشى هوحيشطني فين ان شاء الله ده زمانه ببزر طب يا رب انا اهتي بقى سايفه جاء ورايك ههههاهاهاهاهاها هيدي مايقحة بقى سايف ورايك ياراك licence يارى مايقها يقول لكم جاء ورايك اما انتو جمه لا بشاكل ما بتسمعه كرامون سدهوه؟ ايه باك! مين اللي نزل تحت التنبيق هذا؟ ولست أدري إلى متى كنت أنوي الانتظار حتى يمن علي القدر بصدفة أخرى وأراك ولكن الظروف كانت كريمة معي حين عرض علي أبي أن أذهب معه لمشاهدة الاستعراض العسكري احتفالا بتتويج الملي موسيقى وأحسست أنني سوف أراك وبالفعل رأيتك على حصانك وكم أحسست بالسعادة حتى أنني كنت على وشك أن أنادي عليك حتى تراني ولكن منعني الخوف أن يفتضح أمري وأمرك أمام والدي وأخي وعندما عدت إلى البيت قررت أن أكتب إليك وأخرج عن سلبيتي التي تحرمني من اللقائبك أو حتى رؤيتك وبهذا العزم أمسكت بالقلم لأكتب إليك وأخبرك بأنني سوف أسافر إلى الإسكندرية بعد يومين وأعتقد أن فرصة اللقاء هناك إن استطعت الحضور ستكون أسهل بكثير لأننا سننزل هذا العام في فندق سانستيفانو حتى تتم الإصلاحات التي يقوم بها أبي في قصر إسكندرية ولذلك فقد نقيم في الفندق مدة طويلة وكل ما أرجوه منك أن تدبر وسيلة للحضور ولو ليومين أو حتى يوم واحد فلا تحرمني متعة اللقاء وإلى أن أكتب لك ثانية أرجو لك أطيب الثمانيات أن مخلصة دائما إنجل كيف حالك أيها الحشق والهام؟ أنا أرتجل طرمين عليك وأعرف الجواب ده جايلك من إيه؟ خير يا عليك؟ خير خير يا سليمان ده من إنجل إنجل الحمد لله أنا كنت ألا أحسن يكون من عندكم سليمان عايزة أنا لأرحل أسكندرية أيها بس هتسافر لها إزاي؟ ما فيش أجازات؟ بس ليه بتترجعني أسافر لها حتى لو اليوم واحد خلاص سافر لك حبيث ودعك ومعه أيها بس هقول إيه لأبوي يا أمي دول بيستنوا يومنتوا على جهازة دول بفرغ الصبر عشان يتشفوني الله أنت عمر قريب يا أخي مع أنت مش ممكن ترد كل الأطراف يا إما تسافر لها يا إما تروح لولدك وولداتك الحقيقة يا أختيار صعبة قوي عمر إحنا فين والخميس فين تفكر على مهلك ها؟ وخط قرارك طب إيه لدي يعني سافرت؟ هقول لومي في البيت لوم عندك ربطشية؟ سافرت إسكندرية عندك مأمورية هناك؟ أيها بس أنا عمر ما سافرت إسكندرية يعني ومعرفش أي حدا هناك آخ دي المشكلة مشكلة حقيقة معقولي معقولي يا علي زبد سواهني تقولي الكلام ده ماذا؟ سننالي بقى جيب لك خريطة واوصف لك وأقول لك يا أخي بسر ما؟ أنت بتتاريها؟ عميلتك إيه يا عالي؟ شوف يا سيدي أنت عطيت ع rabbitsكارها تركب القطر بنصققق على طبعا تنزل بسيدي جابر ها؟ اوقل الخط آه هي نازلة فين؟ فوندو سان ستيفن بسيطة خالص تنزل بسيدي جابر تاخد تاكسي تقوله أيضا روح سان ستيفن يا خبط لازل كده ما انت عايزة ايه؟ في الاول اعرف ان هنزل فين وهبات فين وبعد كده اتنصبها في التليفون انا الفاكر انا بحتنزل في نفس الفندوق يا سلمان انت تتجننت هو نقدر حاجات دي الله عزيز جرينا انا علي جرينا كي ايه؟ ده انت زمت سواري زمت السواري على سن الوح ايوا يا سلمان بس انا خايف لابوها ولاخوها ليه شجور النابو تبقى مشكلة شوف يا عيدو انت هتنزل في نفس الزباط في السلسلة ولا انت انا جات لفكرة ايه؟ تطبع الوقت صلاحة في بطارية المدفعية جنب النادع لطول اوه هيعمل لكل حال علي مش معاول ارزاك علي اخبارك ايه؟ وحشني ايه انت كمان وحشني اكتر اخبار صحصة ايه؟ تعرف انه وحشني اقوي هو كمان صور لوحشك ولا صهراته برضو ايه اللي وحشك يا راجل صهرات ايه؟ هي دي صهرات الصهرات هنا اللي بحقه حقيق اعمل حسابك انت الليلا معزوم لا يا عم انا مليش بالصهرات بتاعتكم ديه ايه خيبك انت لسه مستقيم اعمل ايه بقى يا سيدي للأسف لكن ايه اللي حدفك على اسكندريد؟ عندي مشوير هنا في اسكندريد ميري؟ لا خصوصي فهمت انت لسه غرقان في الحب الله والحب ده ايه موضة بتروح وبتيجي المهم انا عايز اروح النادي انهي نادي نادي الزباغ تاعمل ايه في نادي الزباغ؟ يعني اخس الوشي وكل لقمة وريح شوية وبعدين اروح اشوف المشوير اللي وراي لما الحاجات دي كلها برضو ممكن تعملها هنا ايوة بس انا مش عايز اتقل عليك الصباح اخصى عليك زابط ثواري صحيح يعني انا لو نزلت عندك خمسة ثواري هتتضايق؟ طبعا هتضايق كويسة بتاكيد متغدتش هأكلك بقى حتي الدين اكلة عمرك مكلت زيها في حياتك طبخ الميس عامل اكلة سمك انما ايه؟ اه؟ وتقدر كمان تاخد دش تعمل تليفوناتك وهوصلك بالعربية لاي مكان انت عايزه اظن بقى مش حرمك من اي حاجة ما ده انتكير عدك العيف ده انا اكثر من اللي كنت بطمع فيه بكتير كمان حههاهاهاهاهاه بللا فيستة افاندم حنا حضر افاندم من بللا فيستة ده صلاح؟ ده سيدي طباخ الميس اصلي فهمنا انه قبل ما يخش العسكرية كان بيشتغل طبخ في البللا فيستة مع اني متاكد انه كان بيشتغل في غرزة في عشاش الترجمان اقرب عالك ها ها هيهاها تمام يا فاندم عندنا حضرة الضابط علي من الثواري وقال إيه بيقول إن أكل الثواري أحسن من أكل المطاعية عايزك بقى أبو حنفي تثبت له العكس خليه على قوله ده إحنا معلناش أكل خالص إزاي الكلام ده؟ زاكة فندي أكل أكل حضرتك وانت بره افتكرك مش راجع أبو ما أكلش ليه أكله هو؟ ما هو أكل أكله أكل أكله وأكلي؟ أيوة فندي دي تبقى تفاصل خلص حضر لنا أكل حضرت اليوسباشي أنا عارف إنه مش جاي يا جماعة بتفهمونا إيه الحكاية؟ لا 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 مفيش مشاكل مفيش مشاكل لا 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 مفيش مشاكل بس زاكة فندي أكل أكل حضرت اليوسباشي بصراحة شطب علميس كله شفت اللي بيحصل ده علي؟ ده مش ظابط ده كلب البحر طب يلا بينا يا صلاحة أنادي عيب عيب الكلام ده محمود ما تفضحنيش ضيض وشوية جبن طماطن تصرف ها تصرف أنا تحت أمرك يا فندي بس زاكة فندي كال البيض والطماطم والجبنة والسردين ده أنا شلت من قضام الأطباق لأيكلها امشي الظباطنا فجيعة يا علي أنا مش عارف الجيش الجيش لاملم عليش يا صراحة ها قادي الأكل راحي عن عن نتكلم في التلفونات وأن لزاكة فندي برضو كال التلفون لا التلفون موجود عايز نمرة كامل عايز أتكلم بوند وتلفون بس هم ستكرة من مرة واحدة هتكلم من هناك؟ الناس كده هناك الناس هناك؟ طيب يا عم روطينا سهل لك همور عليك بعد شوية طيب ليك يا صراحة ألو لو سمحت هديني فندق سان ستيفن المنازم علي عبر واحد ألو من فضلك ممكن أكلم الجهاح أمير إسماعيل ألو مين يا فندي؟ علي؟ انت فين يا علي؟ إزاك يا إنجلي؟ وحشاني؟ لا أنا ليس أوصل حالك؟ آه بكلمك من ميس البطارية بتاع المدفعية اللي جاب بنادي الزباط في السلسلة بقولك يا علي إحنا معزومين عشايف سبورتينج لا مش هنتأخر لأن البابا لازم ناخد قطر ساعة ستة ألقان هوصل هكون في الأوتال بكتير قوي ساعة سبعة نتقابل في الأوتال؟ تاكواي ما تتأخرش مش مشكلة لما تيكي نبنوط في أي حدة أنا هسيبها لدرقة شاشة معلقة جاي ها؟ أوروار ما تتأخرش تقولت بكلمين مين؟ دي فريدة كانت أعزماني قلت لها أن إحنا خارجيين طب هتعملي بالليه؟ على حاجة طب عندك مانع نخرج مع رأيمو سهيلة؟ لا الحقيقة أنا أحاس أن أنا بعد الشاي هكم تعبان قوي مش هادر أخرج مين؟ ما لك علم؟ آآ لازم المكالمة كانت شديدة قوي صلاح أنا عايز أخبر درش درش؟ فيلم حمام حمام كبري أي أنا أنازل حاليا بكتير رمع ساعة أكون عندكم أروفوها مش هواصيك على وقتك يا أهلا؟ هو عدرتك هتواطف مصر كتير يا بابا؟ لا يومين أخلص فيه بشغلي بأربعة تنازل تنازل أي على فين؟ أنا أراحل بغيمة سراية مش كنت تستغل لما تاخد أختك معك؟ لا هي مش راضي يا بابا بتقول إنها هترجع لتل ترتاح بعد ما تاخد الشاي لا يا حق إيه لازمته الصهر كل يوم؟ عموماً أوعدها مفهوم؟ مفهوم يا بابا بتبص على إيه؟ إنجي إزايك يا عادي؟ أنا مش هادر أصدقاني بقى لك هنا كتير؟ أكتر من ربع ساعة لو كنت تعرف كنت جيت على طول تحب الروح فيه؟ أي مكان أنت عايزه؟ أصلاً أنا أول مرة جيز كاميراني خلاص، يبعنا اللي اختار خلاص اتفضلي أول مرة شوفيني سوقي تعرف؟ لسه متعلمة سوقاً مبقيش ثلاث تيار ثلاث تيار بس؟ معقول؟ إيه؟ خايف؟ تحب أمشي على الرصيف؟ أنا خايف عليك إيه؟ مش خايف على نفسك؟ تا عندي أعزل من نفسك هاي المهمة إحنا رايحينك في إيه؟ عايزك؟ يا ريت أعمة حاي، تحب المغامرة؟ أنا شغلي كل مغامرات؟ حس كده بقى؟ أعمل حسابك عبدالك حيتك مفاجئة حينة؟ موسيقى إيه رايك بقى في المفاجئة دي؟ دي مش مفاجئة يا حبيبتي ده حلم إحنا في مين؟ إحنا في الجنة، بس جنتنا الوحدة معاك حق أي مكان بيجمعنا سوا، بيبقى جنة فعلا تيجي ننزل الميا؟ إنت بتتكلم جد؟ طبعاً بتتكلم جد تعرفت أمي؟ زي من بسهو بالزبط إيه يا ربنا يا وصل أخصى عليك؟ يعني أنا هم ببعرفش أسوك؟ أمو إحنا جيلي هين إزاي؟ بس يا خصارة بقى، لو كنت عرفت وتجبت معي ميوم؟ مفيش مشكلة، خد ميوم من ميهات علاقة أخافي يا زعني يشرب من البحر طب يلا بصورة حالاً جياناً طبعاًBY طبعاً يارب يومين اللي كان الرواد بيجي فيها نشوكم ونتطمن عليه يقضيهم بعيد عننا دي جملانة ايه دي عرف يا توحيدة على قد ما أنا متلاحف ومتشحدف إن أشوفه وملي إليه منه على قد ما بتمنى أنه يخليه بعيد عنهنا إيه اللي بتقوله ده يا عبد الوحيد وهو لما يبقى بعيد عنهنا يا توحيدة مش حيفكر في بنت الأمير وحيلقى مجمول عنها الشهادة لله بعد حكاية الحصان والله حصل ما بقى شيء تلسرتها خالص وده يا حبة عيني بخليه كاتن في قلبه بيتعزم ما تعرفيش يا توحيدة ده حازس في نفسي قد إيه من جوه ما هو زي ما انت بتقول مدام بعيد عنها يبقى مش حيفكر فيها والمسل بيقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب ربنا يوفقه في عمله ويهديد بنت الحلال اللي منتوبه واللي تقدر تسعيده شوف بقى مدام الكلام جاب بعضه أنا ببالي حاجة عايز أقولك عليها خير يا توحيد إيه رأيك نجوز بهيا العلي إيه اللي بتقوليك ده يا توحيد إيه اللي بتقوليك ده نجوز بهيا العلي وإيه تعيني بعض باتسانك إنها ميالة لأخو حسين أيوة بس حسين بهيا دي ولا على باله خالص يعني بقى لنسيم البت تروح مننا ويجي واحد غريب يخطفها لا لا طبعا بس مش معقول يا توحيد إيه هو أنا مش معقول بقى يعني علي ابنك حيضة يتجوز بهيا وهو عارف إنها بتحب أخو حسين إن كان على علي سيبهولي أنا بجوزة إحنا مش مجانين إحنا مجانين طبعا بجانين إيه السامة يا أورباحة كل حاجة مدنونة بس جنال نجيزة أقولك على سر وفي بينا ومبعض أسواك وأنا معك بحس الجمال الدون وإنت رجعني ما بحسش بتعمل حياة خالصة طبعا أقولك على كمال على تسير هو في بني وبينك أسنر أبعدش أقدر بص للدنيا هو لحس بجمالها خلّ لما أشوفك واسمع صوتك ما فيش أي حاجة لها فعل إلا وانت جنال إيه رأيك يا جماعة في الفكرة دي فكرة ريئة إوريجينال يا علاء أنا طول عمري نفسي أعوم على ضوء الأمر عمرك ما تنسان يا علاء انساكي انساكي انت يا إنجي أنساكي لانت روح يا إنجي يعني هنفضل مع بعض على طول ما فيش حاجة في الدنيا هتفرق ما بيننا ما فيش أي حاجة في الدنيا تقدر تفرق بيننا يا إنجي حبنا أقوى من أي شيء فعلا حبنا أقوى من أي حاجة في الدنيا إنجي أيوة يا علاء كتحبين يا إنجي بس عليك انت لسا بتسألي سؤالته وهفضل أسأل السؤال ده لآخر ينفع عنا حلص بصوك عناي ونقرح شايف شايف بكل حاجة بس عادة أسمحها مشاهدة بحبك 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 والسماء والمهر يشاهدين على كده بحبك يا علي ولو أقدر أختار أي حاجة في الدنيا وقولها هختار كلمة بحبك لو اللحظة دي الدهوم والزمن ما يتحركش لو المكان يفضل زي ما هو ما يضغيرش بحبك ساعتها بس يا إنجي هقول إن دي السعادة معنا حبيبي ياه كان نفسي تكون إنجي معنا انت ليه ما ملتلقاش علي أخيال أبراين من الفكرة مجادش بتماغ يروحنا في العربية ها تأخرت عليك كل ما بتغيب عني لحظة يا حبيبتي مقلق عليك طب يلا بقى عشان جابت بساق طب أنا عندي فكرة طب أنا عندي فكرة إيه رأى يوكر روح نجيت إنجي ونيجي تكننت أبراين عايزنا نرجع بالشوردة كله تاني طب وفيها هي يا أخي نورانا هي أنا بسراعة بقى مش هانة عليها سيب إنجي لوحدها أنا لموم إنجي زمان هناك دقي بقى علي خلاص يا علي استاني واحدة يا إني علي أنا خايفة لا أتأخر أنا خايفة لا أتأخر طب تقول إن علاق صارار موالله خايفة إرجع مليئنش إيه يعني ما إحنا ممكن نيجي بكرة تاني ونجيب تجي معينا يا السلام التناسة إن إحنا بكرة معزومين عند مراد النجر معقولة ما عزماش معلش يا علاق جايز ما يعرفش إن إنتوا هنا خلاص يا سيدة أنا أكلمه بكرة وخليها زمان يا أم حتة مشوار كنت عايزنا نرجع تاني يا أورايم يلا يا علي أهد الميوهات بسرعة رب صبرك عليها شوية يا ربي هو ده المنظر اللي كنت بأحرم بيه من زمان هسبح على ضوء الأمر الزهر اللي كان فيه حد هنا كمم؟ الميوهات مبلولة تفتكر مين يعني؟ انتوا بيتوا هنا بالنهار احنا ما سبناش الوتير من الصدق لازم الولد الغفير ما افتكرش نو يا علاق لازم تفتكر دول أو باش ممكن يعملوا أي حاجة ملع يكون مين؟ أنا ما افتكر كلot ايه، كنت فيه؟ كنت في الجنة صباح جنة حسنا؟ لا كنت عن الجماعة قريبت بك هما خلاص بكم قريبك؟ هما مين؟ ما علينا يا عمام تطول عمرك الكلام معاك ناخوهش راجع المهم، ما قلت ليش أغبار سليمان لسه برضه مشغول بالسياسة وشغل يحيا الوطن ده سليمان بيعيش اسعد ايام حياته يا سلام ليه بقى هيسيب الجيش وهيرشح نفسه في مجلس النواب اصلهم نويني القلونة انا هروح سلاح العربيات الخفيفة وهو هيروح سلاح الدبابات انت متأكد ولا ده كلام زي كلام السياسيين بتوعنا سليمان بيقول لنا العربيات والدبابات قربوا يوصلوا والبعثة الانجليزية نويني ضربونا في عنا معقول الانجليز عاوزين يتواروا في جيش المصري يعني بعد ما كنت بتركب خيل بتركب عربيات مدرعة والدبابات ايوه يا اخي بس انا عايز افضل في الخيانة تبقى عبيته اهبر ايوه بس انا بحب الخيل وكل الناس بتركب خيل لكن محدش بنركب عربيات مدرعة يا اخي خليك تحس بقى انك زابط بحقه حقيقي مش زابط تشريفات وموالد اني ما انت اقول لي انت عامل ايه في المفعيل اخي الراحة يعني زي ما بيقولوا اكل ومرعة وقلة صنع ازاي الكلام دا وحيات اكنية كده البطارية كلها ما في اشغر مدفعين قدام يمكن من ايام الخديوة سمعين والعساكر طول النهار نزلين فيهم تنظيف وتلميع لما بقوا زي المرايات صدقني علي جيش من غير اسلحة يبقى زحمة عالقواب الله 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 جرع مصلاح تبقيت تتكلم زي سليمان اهو عايز الجد سليمان عنده حق لكن ايه الفايدة كلاب بتنبح في الهور ما علينا تشرب كاس معايا يا صلاح يا صلاح ما اقولتلك انا مش بتاع الحاجات دي يعني لا كاس ولا سجارة ولا هشك بشك ولا اي هنسة في الدنيا مال انت عايش ليه جدع الله ولا لازم اعيش يعني اشرب سجاير وخمرة وهشك بشك تقول عليه ده وقل مسير الحب بما بينه اللبنا وقل مسير الحب بما بينه اللبنا موسيقى يا ساسمه عندي صداعة خلاص برحتك انها اطخل كامل نورة سانيا عندك اما خضس كلامي اتفتح لكمل كلامك عايز اقولك ان احنا روحنا النهاردة كبنت المعمورة المعمورة؟ امتى؟ احنا لسه راجعين كنا نواينا أهوم بالليل كده؟ مالا؟ ده اجمل أهوم بتاع بالليل لكن اخسارة محصلش ليه؟ يظهر من الولد الكلب الغفير بتاع الكبين بيفتح الكبينة من ورانا وعرفت ازاي؟ لقيت ميوم الميوهات مبلول والميوه بتاعت كمان ولما سهيلة شافت كده رفضت انها تنزل البحر على بكرة حواد الغفير ده في ستين ده لا يا هلا لا اسمع حرامه عليك، الغفير ملوش اي زند ومالمين بفتح الكبينة وعمل في الميوهات كده؟ أنا انتي؟ انتي؟ نقصد اني بديت المفاتيح لفريدة صاحبتي طب ما قلت ليش ليه؟ ما انت دخلت علي وانا بكلمك في التليفون؟ غريبة، يباني عليك مجنونة تنزل البحر بالليل ازاي دي؟ شمعنا انتو مجانين شمعنا علىك أمان شامله proyecto شمعني فهو بعد العيد يا اخويا بيفت الكحر ده انا بقى لي فتحة يا رجل اكتر من شاه ولحد الوقتي لسه ما جيتش ولا سانية ما نعاكش جي عنه طبعا ما انت عارفها شرانية احلى حاجة على تيها انت جبت البنت دي معك امال جبت لك كل الحبار بس انسيت الجبير وسانية اذا عارفة يا مني اللي كان عاجبك فيها ايه يا بيت ايدي اكتقيل ايدي اكتقيلها يا بيت قال ايه رمك على المر؟ قال له مر مني ايه حتة بمتها وفيها هنقعد ناكل ونشرب ونتروق من غير ما ندفع على مليم حق ابو طلودة واسمعودة وانت يعني كنت خطيت عتبتنا ودفعناك مليم المحل كله تحت قمر واحنا مش قلالة قصر وجيب اصحابك كمان معنا ايه ايه اصحابك؟ انت متحاكى بريه ولا تكايا؟ تكايا للجدعان اللي زيك لكن عارف الملاطيش دول كلهم بدفعهم دم قلبهم هو ايه اصله ده؟ احنا هنقعد نتكلم جده من غير ما نشرب حاجة انجر يشوفي حالك عبال ما تكلم مع حسين كلمتين عارفهم قبل ما تقوليه ما انت فالحة هو؟ ما احنا دفنينه ساوي؟ طب يلا زق عجلك وهتلنا كسين كسين بس؟ الله يمسيك بالخير يا سونسن محيات الغالي اللي جبلت ازازك بس كي بس قولي ايه الاخبار؟ اخبار؟ حديدي حديدي اخباري ولا اخبار الجيلش المصري؟ اموت في سلاح السواري يا مني انا مش عارفة ليه مطلعش ازيك انا انا زكا اما انا زكا اما انت ابن مش خلصت علام لازمت وايه بقى اتمقق عينيك في الكتب من تاني قمديني بسلي نفسي اما ما خرجتش مع حسين ليه انتو ايه زهبتوا مني او ليه ايه اخس عليك يا عالي ايه انا نزهق منك يا ابني انا بات سياني كنت بقول يعني تفك عن نفسك شوي ولو انا مخصوط انك ما خرجتش ليه بقى قس بصراحة كده عايز اتكلم معاك بحاجة خير يا ابن طبعا خير يا ابن ان شاء الله خير انا بقول يعني مادام ربنا نجحك وعلنا راتبك ليه بقى ما تتممش فرحتنا وتتجوز مش بقولك يا اما انتو مزهقتوا مني اسمعي يا عالي انا طول عمري بقول عليك دغري وما بتحبش اللوحة ليسمعك كده يا اما يقولوا اللي بعضها خلاص جاهزة ومستنية يا عبابة انا جاهزة دي جاهزة وجاهزة بس احنا بستنين تقول اه ودي مين بس يا اما بهيب انت خالتك بهية الآتة ههههههههههه تتحك كده ليه يا علي بهاية مش عجباك لا يا ابن مش مسئلة عجباني مش عجباني اتي عارف ان ، بهاية دي العجباء ليه بهاية دي عجباني بهاية رايح فين انت بتغني وترد على روحك يا أما انت عارفة كويس ان في انسانة سكنة جواي وفيش اي حد قادر يزع سحب المكان اه انت لسه متعلق في الحبال الدايبة ايو يا أما لسه متعلق واخرتها ما فكرتش في اخرتها يا أما هنرجع للهم ده تاني مش بيدي مش بيدي يا أما احنا ابني كنا قلنا ان ربنا تاب عليك وشلتها من دماغك لو قدرت اشيلها من دماغي هقدر ازاي اشيلها من قلبي يا أما يا ريت كنت قدر يحصل دي يا حكايتك ده انت ما شفتوش غد مرة واحدة ما بتسمعش عن الحب من اول نظر اه كريمة بس الكلام ده في السيمة والروايات بس اه حسنا حسنا انا اه خايف اقولك الحقيقة يا تزعلي بقدر اوامانا لكن بيرايح العيانة يبقى اعتقدالي عيانة على طول يا كريم ليه؟ هو هو عالم مش منه رجا على أخويا مش ليكي علي قلبه مع واحدة تانية اخذ عليك اخذ عليك وليه ما قلتنيش من زمان اعني انا قلت هتنسيه انت بتقابلي كل هوم كذا راجل وتنسيهم قلت او واحد من ضن الرجال او يتنسي بس بيني وبينك الوعد على اخويا ده طايب قوي وما يتنسيش قبلا عندك حق اعني ما يتنسيش قبلا يزعر ان حكومة الوعدة اتودع ما هيدي نتيجة معروفة لسياسة الاستثناءات ومنظمات الدمسان الزرق اللي بقت مالية البلد يا سلمان الوعدة لازم يقبل الاستثناءات دي عشان يرضي يا غصار ما دي لازم يباله منظمات شعبية تحميله وبرا الحكم ليه سياسة غلط يا عبد الرحمن لازم تنخذ من منظمات الدمسان الزرق مش منظمات شعبية بدليل ان الشعب صخت عليهم لا يا سلمان الاستثناءات دي موجودة في كل الوزارات الحسبية بس كنت فاكر انها كتيرة في الوعدة ما تنساش ان الحزب البيض له نفوسه وبانصار بس من شو هو ده السبب في صوت وزارة النحاس باشر ومان ايه السبب السبب هو خروج احمد ماهر والنوراشر ما انت عالف انهم خرجوا بسبب سياسة الكورسة لفزارة النحاس باشر جالس واللي جالس ما السبب واضح زي الشمس ولا انت هي رأيك حاسم انا مش عالف ليه حاسس ان فيه مناورات كده من تحت لتحت بيقوم بيها الاصر عشان واقع حكومة الوافد ده احتمال كبير جدا ان الاصر يكون خايف من قوة الوافد وخايف كمان ان حركة رمسان الزرق تكبر الاصر ملوش علاقة لا بالوافد ولا بغيره الملك فوق الجميع وبعد نفع كل المناورات السياسية مش الملك بذاته اسلمان انا عارف طرعا ان انت متحمسك لكن ما تنساش ان علي باشر ناهر رئيس الدول يهم ان حكومة باطي تسهد لان هو اللي هيمسك الوزارة الجاي ام انت ايه رأيك في الكلام ده يعني طب اتفضوا علا ناهر باشر هو اللي هيورس وزارة الوافد هيحكم الزرق مين اللي هيسنده اسكنس المال بيقولي يعني ان الملك باعد ناسه عن المعارضة السياسية خالصة المعارضة حيلا لهايسنده وحيتعرح حكومته بالفريق المنشئ من الوافد فريق النوراش محمد ماهر سدووني يا جمعنا دي مؤامرة اعملها علي ماهر ده كلام فارد الوافد خلاص كبر وشاف وبدأت شعبيته تقل انتو ما تسمعوش ان يتفات في مظاهرات الجامعة بتقول ايه كلها يتفات ضد الوافد الوافد زمان كان حزب قوي لما كان بيكافح ويناضر ضد الاستعمار لكن دلوقتي تخلى على الشارع المصري واعلى على الكراسي يدور على مصاله والله يا علي والله انا شايف ان الوافد زي اي حاجة بيفقد سلطته الشعبية اول ان يمسكوا الحكم ويبعد عن مشاكل الناس الحقيقية الوافد لو كان عاجل في حكمه كانت الناس فبت معاها عشان كده لازم ينزل الشارع لازم يجيها لك ضد الفساد من تاني ساعتها بس هتجعله شبابه وصلفاته خشوا قدامي خشوا قدامي خشوا قدامي جرايا يا سنايا بتزوقيني كده ليه؟ ايوه يا اخوي استعبعتلي انا مش فاهم حاجة ايه اللي خلاك تسيب الصلاة بدري ويجبيني على هنا؟ عشان مش عايز اعمل فضايا حناك ده مهما ان كان محل اكل عيش الصلاة يبقى فيها فضايا الصلاة بقت محل اكل عيش يا سنايا ايوه فضايا فضايا مع عليل الاصل التون اللي زيك اللي ما بيتمارش فيه وفي الاخر عاوز يسادني ويروح لمن؟ لعدواتي عدوتك؟ مين دي عدوتك؟ ايه؟ ما تعرفش مين عدواتي؟ ايه سنتي كريمة هزي اواز مالها كريمة ايه؟ لا بقولك ايه؟ ما تستعبطلش تخش في عادي انا الناس بتوعي اللي رسدهم هم بلقالولي على كل حاجة حاجة صنصن اخوة روحت لها عشان ابرك لها اللي فيها دي وكمان بتقولها بلسانك قدامي عايزني اسرخ عايزني صوت انت عايز تفرسني عايز تنقني يا وات انما اقول ايه؟ اللي يعنيك فرقة اعمل احضر من كده؟ ما هو صحيح اللي يأكل بلاش يفضل طول عمر وميش بحش علهاش نازم المعايرة يا سانية وزا ما عرفت بعض بالمعروف نسيب بعض بالمعروف عايز تسابني عايز تسابني يا وات عايز تسابني بعد كل اللي عملته ده كله علشان مين؟ عشان البيت اللي اشابة اللي اسمها نعيمة فانا كنت هتلك واشرب من ضربك احسن واكثر دماغي كمان انت باقي نفسك ايش ترتيني ايوه اشتريتك اشتريتك بفلوسي ومقضل سيت افكرتك اقسر الشعر يا سانية وابعيد عني دلوقت ابعيد عنك ده ايه؟ يبقى انت بتعرفنيش مين هي سانية يا صباطي طوز فيك يا صباطي وفي اللي شددلك طوز فييا طرص فيي يا دائه يا وحي بنت عايزة تترى أكسر هونك أكسر هونك يا أولي يا غشار دوحك طب ذي رايبان من هنا هوراية مش هتشوفه وشي تقول يكا بالدائية حسيرو حسيرو فنزبقش روح روح يا ربي انتوس هكترى مالي يا حسيرو يا عزبانية صقتت ونحيبة هي اللي كذبت تعرف حسيني الحكاية دي عامة زي ايه؟ زي الليعبة للأحزاب عندنا يا ابني ده كله شغل ضياع قبل ما تسألت وزارتك انت كمال لا نوزارت قوية لأن أهدافها واضحة ما فاشلة كدب ولا اخدع بس عارف علون لو شفت البيت نعيل ما دي هتعذرني حتة البيت مشكلة بقى مشملاش حال بكرة بقى تقولي ايه بقى لو شفت البيت علي ولا حسنية ولا معرفش ايه هتقولي برضو مشكلة و هتعذرني يا حسين الطريق ده كله ضياع قدري بتسأل لن غير مغرب حاجة انا ارمون ايه يا عبا الله اقل ماسك اللي هدفع ابنه ظن وانت فاتر يعني انت ما تدفعش انت بتدفع عكتر منهم كمال بتدفع وقتك وصحبك ومكانتك الاجتماعية انا عايز اعرف بس ايه اللي رمك عن المر ده اعرف ليه؟ ليه؟ عشان فايت خايت من ايه؟ خاف ام ازالك يا علو احب واعد اتعزم واتور بس العلمة بقى اعزاب الحب بقى اهون بكتير من حالة الضغاء اللي انت عايش فيها دي ادعيني يا علو ادعيني ربنا اهديك ربنا اهديك حسيني موسيقى 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 موسيقى